حول جملة من القضايا التي أثرها فخامة الرئيس المتتعلقة بالعلاقات الثلائية بين البلدين وعن ضرورة استنباط طرق جديدة للتعاضد والتكاتف لا أقول للتضامن لأنها من طبيعة الأشياء ولكن طرق أخرى نرتقي بواسطتها إلى ما نصب إليه من أحلام كانت أحلامنا كبيرة في وقت من الأوقات وكانت العقبات شديدة ولكن ما دام الشعب بخير الأمة كلها ستكون بخير بدام شعوب المنطقة بخير وادولها بخير سيكون مستقبلنا إن شاء الله خيرا قضايا تولى الإشارة إليها فخامة الرئيس شقيقي السيد عبد الفتاح السيسي حوله القضايا الثلائية التي سنتجاوزها بكل سهولة ويسر لأننا نتفق حول المبادئ الكبرى بالنسبة إلى جملة من القضايا الأخرى هناك تقارب وتطابق في مقاربتها وفي ضرورة حلها بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه أقولها وأكررها أمام العالم كله نحن نبحث عن حلول عادلة ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا أقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بأمن الأمن المئي لمصر سيادة الرئيس تحدث منذ قليل عن حلول عادلة نعم عن حلول عادلة ولكن ليس على حساب مصر وعلى حساب أمتنا